بسم الله الرحمن الرحيم وعبهم بالحروب وتغلب عليهم في كثير من المعارك وأن الدولة العثمانية قد حرضت محمد علي باشا بوجوب القضاء على الأمير بخروش بن علاس ووجوب إحضار رأسه مقطوعا إلى إسطنبول فجيش محمد علي باشا جيوشه لحرب قبيلة زهران والعمل على القبض على الأمير بخروش بن علاس اسمع ماذا تقول هذه الوثيقة التركية؟ تقولي وثيقة إن الدولة العلية العثمانية قد اطلعت على أخبار مسيركم يقصد مسير محمد علي باشا من مكة وتوجهكم نحو طائفة الخوارج يقصد قبيلة زهران وقيامكم يا محمد علي باشا بالحرب ضد المسمى بخروش أمير قبيلة زهران التابعين لآل سعود رؤوس الخوارج ثم لما تم القبض على الأمير بخروش بن علاس بعد معارك طويلة جنن فيها القادة الأتراك تقول إحدى الوثائق التركية لقد وصلت إلينا الأخبار السعيدة إلى القصر السلطاني بأخبار مقاتلتكم يعني محمد علي باشا بأخبار مقاتلتكم لقبيلة زهران المنحوسة هكذا يسمونها الأتراك قبيلة زهران المجبولين بتراب الشيطان ويسمون الأتراك أيضا قبيلة زهران بالمعاندين الفاسدين أهل الضلالة ويسمون قبيلة زهران بالطائفة المنحرفة عن الاستقامة هكذا يصف الأتراك قبيلة زهران في وثائقهم التركية السياسية هذا كل موجود في وثائق عبد الرحيم المهم أنه تم القبض على بخروج بن علاس وإرسال رأسه إلى الصنبول وفرح السلطان بذلك نلتقيكم على خير بإذن الله